حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن الزهري قال حدثني محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أني قد أنكرت بصري والسيول تحول بيني وبين مسجدي فلوديت أنك جئت فصليت في بيتي مكانا أتخذه مسجدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفعل إن شاء الله قال فمر على أبي بكر فاستطبعه فانطلق معه فاستأذن فدخل علي فقال وهو قائم أين تريد أن أصلي فأشرت له حيث أريد قال ثم حبسته على خزير صنعناه له قال فسامع أهل الوادي يعني أهل الدار فثابوا فثابوا إليه حتى امتلاء البيت فقال رجل أين مالك بن الدخشن وربما قال مالك بن الدخيشن فقال رجل ذاك رجل منافق لا يحب لها ولا رسوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول هو يقول لا إله إلا الله يبتغ بذلك وجه الله قال يا رسول الله أما نحن فنرى وجهه وحديثه إلى المنافقين فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لا تقول هو يقول لا إله إلا الله يبتغ بذلك وجه الله قال بلى يا رسول الله قال فلن يوافي عبد يوم القيامة يقول لا إله إلا الله يبتغ بذلك وجه الله إلا حرم على النار قال محمود فحدثت بهذا الحديث نفرا فيهم أبو أيوب الأنصاري فقال ما أظن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما قلت قال فأليت فأليت إن رجعت إلى عدبان أن أسأله فرجعت إليه فوجدته شيخا كبيرا قد ذهب بصره وهو إمام قومه فجلست إلى جنبه فسألته عن هذا الحديث فحدثنيه كما حدثنيه أول مرة قال معمر فكان الزهري إذا حدث بهذا الحديث قال ثم نزلت فرائد وأمور نرى أن الأمر انتهى إليها فمن استطاع أن لا يفتر فلا يفتر حدثنا حجاج حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت البناني عن أنسي بن مالك حدثنا محمود بن الربيع عن عدبان بن مالك فلقيت عدبان بن مالك فقلت ما حديث بلغني عنك قال فحدثني قال كان في بصري بعض الشيء فبعثت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني أحب أن تجيء إلى منزل تصلي فيه فأتخذه مصلا قال فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن شاء من أصحابه قال فصل رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزله وأصحابه يتحدثون ويذكرون المنافقين وما يلقون منهم ويسندون عظم ذلك إلى مالك بن الدخيشن وودوا أن لو دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصاب شرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس يشهد يشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله إنه لا يقول ذلك وما هو في قلبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشهد أحد أنه لا إله إلا الله وهو أني رسول الله فتطعمه النار أو تمسه النار حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري حدثني محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت فذكر نحوه قال ثم حبسته على خزير لنا صنعناه له فسامع به أهل الوادي يعني أهل الدر فثابوا إليه حتى امتلاء البيت فقال رجل أين مالك بن الدخيشن قال وربما قال الدخيشن حدثنا عثمان بن عمر حدثنا يونس عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في بيته سبحة الضحى فقاموا وراءه فصلوا بصلاته